قبل سمعين كنت في لقاء في حفر الباطن أو إيه سمعين فذكرني إحدى الشباب إخوان بصة فتاة إخوان إفتصالات فتاة إخوان ممكن ربوه أبو عبد العزيز اللي حضر عندنا يقول أن الفتاة إخوان دي تعلق بشار شف الإنسان اللي تتعلق بهانت ما تدري يعني بعض الناس يعني شره بعضهم علمص بعضهم فل بعضهم فأثلاث ناظر بعض الناس يناظر الواحد تعلق بفتاة ومشه ويا سليم لا في واحد تعلق بوحده شف زي الشاب هذا لما تعلق بالفتاة ذي وشابته تعلق واش قلت له قلت تقبل جيني لما قبل جينة قلت اسجد لي ساجة جله بعد اسبوع مات أقسم بالله نتصط على شاب تبكي تقول أنا وش أسوي مات الشاب وأنا خليته قلت اسجد لي والشابة اللي ذكرت لكم بصة إخوان زميل أنا شفت الملابس الداخلية من الحادث ميت طالع من عند فتاة فلذلك دائم تصور أمك تصور أختك وهذا هو ري خواتك ترى هذا هو ري خواتك الآن يا إخوان أسألكم بالله سؤال واحد لو اثنان يا إخوان يجي واحد إسرائيلي يهودي صهيوني هم نلقوا الغاز الوحدي بنت ماذا تزين سأنا تقطع تقطيع ليش يا براك اليوم تزين أسأل الله إخوان يمنه وجوده وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحبي الله كما أسأل الله جل في علاه الذي أشكر الله عز وجل هيا لنا مثل هذا اللقاء ونشكر شيخنا وحبيبنا أبو فهد وأي واحد يا إخوان عنده مشكلة ولا شيء أبو فهد يا إخوان ترى ما يقصروا علمكم أبو فهد وعد يقول ما في جمال